ضربة مدوية تهز غرف القرار في طهران هل تصدعت أذرعها في المنطقة؟ الإجابة تكمن فيما كشفته تقارير دولية فمع تصاعد الهجمات على إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي كشف الجيش الإسرائيلي عن استعداد إيران للرد على اغتيال هانية عبر أذرعها في اليمن ولبنان مما يثير الشكوك حول صلابة المحور الإيراني سيما مع تأخره حتى الآن بتنفيذ وعده بالرد تقارير دولية كشفت أن الحرب الحالية أظهرت أن الأذرع العسكرية لا تستطيع حماية إيران من ضربات مباشرة داخل أراضيها وبحسب وكالة الاستخبارات الأمريكية تعتمد إيران على أنظمة دفاع جويا قديمة تعود إلى السبعينيات مما أجبرها على تطوير تكتيكات غير تقليدية باستخدام الطائرات بدون طيار والصواريخ لتعزيز قدراتها الهجومية ضد إسرائيل لكن هذه التكتيكات لم تثبت فعاليتها في حماية المجال الجوي الإيراني وهو ما يرجح كافة التقارير التي تعكد أن أذرع إيران لن تضرب بشكل مباشر أو واسع لأن الرد سيكون بضربها مباشرة وهو ما تحاول طهران أن نأي بنفسها عن تلك المرحلة إلى جانب ذلك فإن الرد اللبناني الأخير على اغتيال فؤاد شكر بصواريخ أطلقها حزب الله لم يكن بالحجم الذي هدد به سابقا ما يدلل للتريث والحسابات الدقيقة لكنه يعزز غياب النية بحسب محللين بالتفكير في حرب شاملة كما يدعي حزب الله وفي المحصلة تؤكد تقارير أمريكية إلى أن طهران تواجه صعوبة في التحكم بحلفائها الذين قد يؤدي تباينهم إلى حوادث كارثية مما يعزز الشكوك حول استقرار الاستراتيجية الإيرانية في المنطقة والتأني بأي هجوم محتمل اشتركوا في القناة